بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد فنواصل بمشيئة الله تعالى التعليق على كتاب الإمام الذهبي رحمه الله الموقظة في علم الحديث والنقطة التي كنا متوقفين عندها كون الإمام الترمذي يحكم على الحديث بلفظين ليس بلفظ واحد وهو نفسه الترمذي يقرر من تعريفه الذي عرف به الحسن لغيره ومن أحكامه التي أطلقها على كثير من الأحاديث خلال الجامع يبين أن الحسن درجة وأن الصحيح درجة وأن الصحيح أعلى وأن الحسن أدنى منه مباشرة والراوي للصحيح أعلى في التوثيق من الراوي للحسن الذي ذكرنا لحضراتكم أنه ينزل عن درجة الثقة التام الضبط بشيء قليل إما أن يدل على القلة باللفظ وإما أن يدل عليها بفحص مرويات هذا الراوي واستنتاج القلة أو الكثرة من خلال هذا البحث وهو المسمى بصبر المرويات وفي كلتا الحالتين يكون الحسن نازلاً عن الصحيح فإذا جاء الترمذي نفسه وحكم على حديث واحد بأنه حسن صحيح أصبح الأمر مشكلاً فاستشكل العلماء هذا ما دام قد استقر رأيه وإحنا قررنا أنه وارد عن العلماء غير الإمام الترمذي من خلال أحكامهم على الرواة أن الحسن مرتبة وأن الصحيح مرتبة فأصبح الإطلاق المرتبتين على حديث مروي بسند واحد فيه إشكال هذا الذي توقفنا عنده قبله أنا كنت أهضرت لحضراتكم ترجمة يحكم فيها الإمام أحمد الذي أكثر الكاتبون يعني في مراتب الرواه وفي التحسين والتضعيف أن الحديث عنده قسماني فقط أنه هو الآن فيه كتاب مجموع فيه أقوال الحافظ الإمام أحمد في القرح والتعديل في الرواه تقريباً أربعة أجزاء أي فإذا أنت قالك وقته وقرأته ستجد أن الإمام أحمد عنده ثلاثة أقشى ما عنده قسمان كما قال طب هم قالوا كده لي إحنا اتفقنا من أول ما عدنا على الكرشدة إن كل عالم يقول بقدر ما يعرفه ولا يلزمك بأنك لا تخالفه فقط عليك أن تكون متمسكاً بدليل وفي هذا الكتاب الإمام أحمد تجد الإمام أحمد يتجادل مع ابنه عبد الله هو ابنه يقول له فلان صحح حديث الراجل ده وهو يقول له أنت لو قرأت أحاديثه لرأيت النقار فأصبح الدليل هو الذي يؤخذ به ولا تستغرب أن يغيب دليل عن عالم لأنه ليس هناك عالم يدعي الإحاطة ولذلك يترجعون لا نعرفه لا نعرفه لا نعرفه فمن عرف حقة على من لم يعرفه بس فهي نقرأ الترجمة دي أنا نعلم من الكتاب ده اللي هو جمع أقوال الإمام أحمد في راوي وهو زيد ابن أبي أنيسة الجزري أبو زيد كتاب جمع أقوال الإمام أحمد في الرواه ومطبوع أنا يعني ظنيت أني ببيع التمر في هجر التمر لا يبقى في هجر لأنه هم اللي وردوه للناس الكتاب أربعة مجلدات وفيه كتاب تاني مطبوع موسوع الإمام أحمد جمعين فيها الفقه والكذا كل ما أسر عن الإمام أحمد حوالي أربعة وعشرين مجلد فضل تخيرك فأيضا فيه أربعة مجلدات في هذا الموضوع فدي لما أنت تستشكل أو تبص تجد واحد يقول لك لا يكن عند أحمد إلا صحيح وسقيم وتقرأ تقول لا يا أخي والله أنا لقيت خاصة أن الأقوال تنقل عن أحمد مسندة ما هو يعني منقطعة الرواية فممكن أن يعني تصبح الفكرة تقترب من الواقع شوية وأن الذي حكم بالإثنين هذا مبلغ علمه إلا كيف بس شوفها أرجو الله أن يبتلي طلبة علم الحديث بالرغبة في القراءة بدون حدود فهذا هو الدواء الشافي ولذلك عبد الله بن وهب استدرك على مالك لو كان هو كل اللي يسمع بس من مالك يقول لك بركة ما كانش يدري يستدرك عليه إنما قال له ده أنا عندي حديث في التخليل نصا قال له ما سمعت به إلا الساعة بس أرجو الله أن يبتلي كل من يشتغل بالحديث أن يقرأ لأن الشيوخ ضاق وقتهم الآن عن ذي قبل أنهم يسعوا الطلاب بالاستفسارات فمدام ضاقة وقت يقول لك اللي شيخ وكتابه كذا لا خلي كتابك أنت لأنك أنت هتطلع معاك على الأقل سبعين في المية وسبعين في المية دلوقتي بتدخل كليات محترمة أحسن ما تجيب خمسين يقول لك ما لكش مكان خالق بس القراءة إيه لها عيوب لكن لها ميزات لا لا تعود حص الآن في وقتنا الآن اللي أصبح وقت المشايخ يضيق عن أنه هو يتتبع التعليم التفصيلي لطلبة العلم وأنا شفت في وقت ما كنت بسجل دكتوراه كنت أقدر أعدي لك المسجلين دكتوراه في الحديث في مصر دلوقتي استحالة أن نعدي في كلية ثلاثة فكيف يحمل المشايخ هذا غصب يعني يبزلوا ما يستطيعون أما تقرأ أنت بقى الإراءة تعلمك وتديك مستند كده أو مش والله يسمع لأن أنا أول رسالة مع لش خلينا نخرج عن موضوع دقيقة واحدة أول رسالة أنا ناقشتها حضرتها يعني مستمعا في الرياض عام 78 ميلادي اللي هو عام 98 هجري فالمناقش قال للطالب أنا أتحداك إنك تجيب لي دليل واحد على إن الصدوق حديث حسن وفعلا ما قدرش الطالب يجيب إنما قال له إيه هل والله إحنا سمعنا هذه الكلمة من شيخنا الشيخ أحد الشناقطة أو الشيخ أمين المصري في الحرم يقول هذا فقال له طب هو الشيخ أمين المصري برجع حج فطاش سهم الباحث ومع إن الدليل موجود في الكتاب كتاب تدريب الراوي منصوص عليه بس مش في المقرر لأن ما نقرر نقرر كل الطنبة احزف كذب اشطب كذب ده وقتنا ضيق ده أمنا اتجوزت غرب يجيب جميع الأسباب يا أستاذ لكي يتخلصوا من الاطلاع أدت ترجمها مولانا زيد بن أبي أنيسة الجزري أبو أسامة الرهاوي كوفي الأصل قال المروذي سألته يعني أبا عبد الله عن زيد بن أبي أنيسة كيف هو فحرك يده وقال صالح وليس هو بذا معنى صالح يعني ديانته سليمة لكن في الضبط يعني ليس ليس مرضية ده في رواية المروذي أحد رواة العلم عن الإمام أحمد هي مطبوع الكتاب الفقرة رقم 118 وقال أبو داود أبو داود له سؤالات للإمام أحمد في الجرح والتعديل ولو سؤالات للإمام أحمد في الفقه وكلاهما مطبوع متداول وقال أبو داود سمعت أحمد قال زيد بن أبي أنيسة ليس به بأس فيبقى رفعوا إلى الألفاظ اللي احنا بنقول أن هي كلهم متفقين أنها دي داخلة في الحسن وجبنا كلام ابن مهد مبارح وكلام ابن أبي حاتم عليه وكده واتفقنا أن النصوص تعطي هذا هذه رواية تانية من أبو داود قال أحمد بن محمد بن هانئ ده أحد الرواه التانين عن أحمد قلت لأبي عبد الله زيد ابن أبي أنيسى كيف هو كيف هو عندك قال إن حديثه لحسن مقارب أما يقول مقارب ما يخلكش تقول ده مقصود الحسن اللغوي إن حط مقارب أنا بتكلم عن المرتبة النقدية ما تقول لش اللغوي لأن هي جهنا واحد يقول لك ده إطلاق لغوي كلمة مقارب تقف في الزور تخليك ما تقدرش تقول كده إذا كنت بتفهم وإن فيها لبعض النكارة أما تأخذ دي وتحط ها جنب كلام الزهب عن محمد بن إسحاق كأنه مخرج من مشكات واحدة ويبقى المسافة الزمنية اللي بين أحمد والزهب خلاص تلاشى زي ما قال عن ابن إسحاق إن حسن الحديث إلا فيما شز فيه فهو منكر ده قال لك إن حديثه لحسن مقارب وإن فيها لبعض وكلمة بعض طعت القلة ولا الكسرة ولا ماذا أيدي من ألفاظ القلة اللي تدل إن إحنا نزلنا عن السقة بس ما ابتعدناش لبعض النكار قال الله طب مدام في بعض النكار يبقى أنت ما تقصدش الحسن وهو على ذلك حسن الحديث فيفهمك من كده إن الحسن يقتضي أن يكون صاحبه له مناكير خلفة فيها فهذه تبتعد ما يتحسنش إذا القين مخالف له أقوى منه نقول له لا دي مش محتج به ملقناش خلف يبقى حسن ويبقى تعريف الحسن منطبق عليه هذا كلام تفصيله والكلام ده في ضعفاء العقيل تقول الله وما هو سمه الضعفاء ليه قال الأصوليين يدخلوا مولانا الأصولين يدخلوا يقول لك الحكم على المجموع لا يعني الحكم على الجميع أما أقول لك مجموع من ذكرته إحنا مش قلنا نباري إن الحسن فيه ضعف ما قال لك عشان كده دخلنا فأصبح هذا هو كلام الإمام أحمد بهذا الرجل تقول طبعا أنت ما مشتوش على صالح الأولانية ليه قال لأن هو الإمام أحمد ما سبتش عليها وإذا تعدد في العالم قول وأكثر من قول من عالم يؤخذ من قول ما يوافقه عليه غيره أما الذي لا يوافق عليه غيره نحن نجعل الذي يوافق عليه أقوى لأنه يبقى اثنين لواحد وإسمحونا يقولنا زي الكورة لأنه كده يدفئت يتفهم أول ما أقول أنا في المدرك زي الكورة كل اللي قاعدين يفهم لكن نقعد نقول لإعتبار يقول لك وإن الإعتبار تقول زي الكورة خلاص استوعب لأن هي على وش الزاكرة فنستعمل أحيانا الكلام غير العلمي عشان أصبح عدة شق فقادي قول الإمام أحمد في هذا الرجل مرة قال لا بأس به فدي مطلقة مش مفسرة ومرة قال الكلام المفسر والقولين دول يبقوا هم أكثر أقوال أحمد على كذا فله لهذا الرجل ترجيحان ترجيح أن أكثر الأقوال لأحمد ثلاثة رويتين منهم على هذا واحدة إجمال واحدة تفصيل وأقوال العلماء الآخرين تبحث في مظن ماشي كده خلاص نقفل بقى الدكانة ونعود إلى ما كنا فيه الإشكال اللي فيه إطلاق الحسن والصحة على حديث واحد العلماء لهم عليه أقوبة لكن لما أرادوا الإجابة ما كانوش أرى الترمز كله وعرفوا إن الإطلاقات دي أسنيد رواياتها كيف هي فأصبح جوابهم كل فردي يعني احتمالي لأستاذ الدكتور عمر صبري لما حقق الاختراح لابن دقيق لأيت قال أنا أحصيت واحد واربعين موضع في جامع الترمذ قال فيهم حسن صحيح وذكر الأرقام بحيث إنك لو عندك طبعته تقدر تجيب الواحد واربعين موضع وتقدر بقى تخرجه منت بالطرق وتمخمخ عليه بكده لحد ما تطلع بقى منهم بعمل ده ما عايز شيخ ولا عايز حاجة عايزك أنت تشتغل فقال والله ده أنا هنقول احتمالات بقى قال لك أول حاجة الذهب قال لك قبل ما عدد لك الأقوال أنا أشوف إنها أقوبة لا تنهض لا أقوبة أنا شخصيا يا ذهب مش مختنع بها يسمحوا لي معا للشي كده هيفضل يرين علينا وحنا وأجيب عن هذا بشيء لا ينهض أبدا القول الأولاني وقول الترمذي هذا حديث حسن صحيح عليه إشكال بأن الحسن قاصر عن الصحيح ففي ففي الجمع بين السمتين يعني الوصفين السمت هو الوصف العام في الجمع بين السمتين لحديث واحد مجاذبة مجاذبة يعني كل يعني معنى يكذب الحديث إلي أنا أقول ده صحيح ويتني أقول لا ده حسن إيه فأصبح كل واحد يريد أن يكذب الحكم إلى نفسه وأجيب ده كلام الزهبي قال ده اللفظين متجاذبين قمع لحديث وأجيب عن هذا بشيء لا ينهض أبدا من الأول قبل ما يسوق الكلام قال أنا شايف أنه ما يستقي وهو أن ذلك راجع إلى الإسناد فيكون قد روي بإسناد حسن وبإسناد صحيح وحينئذ لو قيل حسن صحيح لا نعرف إلا من هذا الوجه لبطل هذا الجواب هذه كلام الزهبي فقال إن قولهم إن حسن صحيح يعني له إسنادين إسناد حسن وإسناد صحيح أنا لا أراه نقول له طيب يا مولانا إقرأ الواحد واربعين دل على الأقل هتلاقي إن فيه حديث بإسنادين حسن بإسناد وصحيح بإسناد مش هتلاقي من الأول فأنت ما ما بحستش العدد ولكن رددت بدون أن تقدم دليلا بل الحديث المروي بإسنادين موجود في الصحيحين إحنا أمس قلنا وقبل أمس إن البخاري ومسلم يخرجان لعاصم بن أبي النجود مقرونا بغيره فيبقى الحديث من طريق عاصم وحده حسن ومن طريق عاصم ومن تابعه صحيح لغيره فلو قلنا على الحديث ده أنه حسن صحيح يبقى احنا وصفنا الواقع محمد بن إسحاق روى له الإمام مسلم حسب ما بيقول الشيخ الحاكم خمس مواضع متابعة أما تجيب الخمس دول وتفرز هم تجد أنه ده إسناد وده إسناد وده ساعة إسناد حسن لو حد درس مد الدراس الأسانيد كويس وعرفها لك هتبص تلاقيك كأنك أنت بتشوف يعني مجسب لكن طول ما مسكتش الوراء أنت وحسنت راو وحسنت إسناد وصححت راو وصححت إسناد ما يخشش في دماغك الكلام فإذن ما استبعده الزهبي ولم يقبل لا يقبل منه لأن الواقع يخالفه تقول يعني هو ما كانش شاف الأحاديث دي وإنت اللي جيلي بسلامتك دلوقتي تكتشف قال لا مش المسألة كده المسألة إنه هو كان يقدر يقول إن أنا شفت أو أنا بحثت أو كده زي ما قال عن حاجات كثيرة بالاستقراء التام إنها تدل على كذا لكن هو قال لك والله أنا مش مقتنع بهذا الكلام نقول له نرجوك يا مولانا إنك تقتنع به لأن الواقع يؤيده ومادام أيدوا الواقع يبقى عدم القناعة به ليست ذات محل يعني أنت بتعارض الزهبي إحنا مش بنعارض الزهبي نعال وفوق رأسنا احترامه أصلاً واقب ليس مخالفته المخالفة شيء والاحترام شيء تاني خاصة إذا كانت المخالفة بالدليل فطالما الإينة إسنادين فعلاً واحد حسن لوحده والتاني صحيح لوحده فما المانع أن يكون الحديث حسناً صحيحاً ويحمل هذا الحكم خاصة لحكم من عالم يعني ما هوش من شخص غير عالم فما دام له محمل صحيح فلماذا نرده قال لك طب ما هو رده رد انت على الباقي يا فالح قال أنا الإيد مواضع هو نفسه الترمز يقول حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوقت يعني طريق واحد فيه أجوبة للعلماء اللي أنا شخصياً أجد يطابق الواقع هو أن الإسناد الواحد ده مدار راوي أو أكثر مختلف فيه بعضهم يوسقه وبعضهم ينزله إلى الصدوق أو الذي لا بأس به هذا هو الذي يمكن إذا بحسنا الأحاديث دي ونظرنا في طرقها نجد إنها فعلاً الذي له إسناد واحد أحد رواته فيهم هذا الشيء يقول لك ما تبانش النتيجة دي من التقريب يقول لا ما تبانش من التقريب تبان من الكتب الموسعة في حال كل راوي في الإسناد لأن التقريب يقرب مجموع الأقوال ولا يحكي مجموع الأقوال وقد يترك أقوالاً بالتوسيق الظاه فرجاء ما تمشي المشكلة على أحكام التقريب ليس تقليلاً منه ولكن لأننا نحتاج إلى تفصيل لأننا لسا الإمام أحمد جبنا له ثلاث أقوال بالإسانيد كلها فراوة واحد فإذن يمكن أن نخلص أنه إذا حكم على حديث بأنه حسن صحيح لا يشكل على الموضع الأول كما ترى أنت يا شيخ يا ذاب وتقول يبطل نقول له لا ما يبطل شيء أنت عملت كتاب من تكلم فيه وهو موسق أو ثقة الله يعرف فيه أو معرفة الثقة الذين تكلم فيهم بما لا يوجب الرد لأنهم تكلم فيهم فأصبحوا مختلف فيهم وعندك أنت في الميزان عملت اصطلاح أن اللي حط على أول ترجمة صح يكون مختلف فيه ويكون أنا الذي ظهر لي ترجيح توسيقه الميزان كده والطبع اللي هي الأخيرة واحد سألني هنا أحسن طبعا الميزان ده وقت لو قلت اللي هما طبعين الكتاب كلهم يعرفون يقولوا أنت بتعمل دعاية للكتاب وكده ويدخلون في موضوع التجاري خالص إحنا مش طرف فيه لكن هي الطبعا الأخيرة اللي عملوها مؤسسة الرسالة أفضل من ما سبق فشوف أنت صح بقى اللي هي طلعت دي في الميزان وشوف ما أنت كل ما فيه وهو موسخ دانا طبعا اضطره تقراه كله غصب لقيت إنه هو يا إما يرجح التوسيق يا إما يرجح إن الراوي صدوق يا إما يرجح فيه كلمة تقتضي الضعف زي كلمة صالح بس مش كتير اللي هو صالح ده مش كتير إنما الأكثر في الكتاب ترجيح التوسيق أو ترجيح أنه صدوق فطالما كتابك أنت يا مولانا مشتمل على ما ترجح توسيقه وما ترجح أنه صدوق إذا جاء اثنان من كتابك ده في اثنادين أو جاء راوي أنت قلت عليه صدوق وغيرك يقول أنه ضعيف أو قلت صدوق وغيرك يقول أنه ثقة فيبقى خلاص ما فيش إشكال ابن إسحاخ ده اللي هم رجحوا أنه حسن الحديث فيه قول أنه هو أمير المؤمنين في الحديث وفيه قول أنه دجال من الدجاجلة ففضل يعملوله تصفيات لحد ما طلع الراجل زي ما ملينا مبارئ أنه هو حسن الحديث في غير ما شز فيه فيبقى إذن كنا نقول أن اللي يقول عليه ترمذي حسن صحيح يمكن توجيه القول على أن الراو ده حسن عند طائفة أو عند جماعة أو عند عالم معتبر وصحيح عند عالم آخر ده مطابق لأقوال النقاد على مثل هؤلاء الروا المختلف فيه والبطلان مش وارد مدام جبنا حل لللؤس ندين يطابق الواقع وحل لللؤس ند واحد واختلف فيه من مؤلفات الإمام الذهبي نفسه خلاص أصبح الواقع هو مستند في هذا ماشي يقول بقى بقيت الكلام حقيقة ذلك أل لو كان كذلك يعني هو يستشكل بقى أل طب ما بدل ما يقول حسن صحيح ما يقول حسن وصحيح فالحافظ ابن حجر قال إن حرف العطف ده ممكن أن يذكر وممكن أن يحزف ولا يختل الكلام وده اللي خلانا نكتب كتاب التركيب الفاظ الجرح والتعديل بين الإفراد والتكرير والتركيب إن فيه راوي يحكم عليه عالم بتلات مراتب متباينة يقول على شريك ثقة صدوق كثير الخطأ وإنت بقى خد حديثه وفليها بحيث أنك انت طلعت والتوسيق يصرف على إيه والصدوق يصرف على إيه لحد ما يطلع الراجل حسن الحديث كما ذكر الشيخ العلائي والشيخ الحافظ ابن حجر في النهاية بدل ما عطاه الختمة ده في التقريب وأصبح كل اللي يلاقي الشريك يجي مضعع بحديثه هو بنفسه الحافظ ابن حجر في أماليه الحديثية اللي هي في تخريج حديث مختصر ابن الحاجب قال فما ينفرد به شريك فهو حسن جمع جمع تغير في التقريب المخلص التقريب طلع من إيه درش أرجع ناش راحة المغرب وناش راحة المشرق وأعمل فتنة للناس لكن أنا غيرت وديه آخر حياتي لأن أمالي بن حجر هي من أواخر ما ألب فيبقى ده الأخر محطة استقر عليه فلذلك لا بأس أن يكون في الراوي درجتين محكوم عليه من الناس بتوسيقه ومحكوم عليه من الناس بأنه صدوق ونجيبهم منين ألهاتهم من كتاب الزهبي نفسه معرفة الرواه المتكلم فيهم بما لا يوجب الرد يعني الترك ومعناه أنهم ما بين ثقة ما بين صدوق وما بين ضعيم وهذا هو حسب قراءة يعني غير القليل أن المختلف فيهم لا يخرج عن هذا منهم من يترجح توسيقه ومنهم من يترجح تضعيفه ومنهم من يجمع فيه بين القولين كمحمد بن عمر بن علقمة الذي قال فيه الإمام الترمزي قال فيه الإمام بن الصلاح واثقه بعضهم لصدقه وجلالته وضعفه بعضهم لسوء حفظه فحديثه من أجل هذا حديث حسن إلا الأوهام اللوهما هذه ضعيفة متفقين عليها ما يهم فيه السقة فهو ضعيف وما يهم فيه الصدوق فهو ضعيف ده اللي أنا أشوف في هذا الموضع ومسألة الواو يا مولانا يقوز أنه يذكر اللفظين بدون واو والكلام ده ذاكر الحافظ بن حقر في النكت وفي النزه تقريبا من مجموع الكلام في الاتنين يخرج هذا فلكن الذهب بيقول لو كان الأمر كذلك أن حسن بسند وضعيف بسند فكيف العمل في حديث يقول فيه حسن أن لو كان كذلك أن يقال حسن وصحيح يقول فعل يمكن كده لكن هناك من يجيز حز في الواو وكده يبقى ما فيش إشكال ثم برضو رجع تاني ألف كيف العمل يعني كيف توجهون قول من يقول فيه حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه قلنا له يا سيدي لما يقول كده يبقى راوي مختلف فيه هناك من يرفعه للتوسيق وهناك من ينزله إلى الصدوق وكتاب الزهبي نفسه الذي يمكن يكون ما ألفش الكتاب أو يمكن يكون المشكلة دي هي اللي أوحد إليه بأن يؤلف الكتاب ده لأنه ألف كتابين السقات المتكلم فيه ملايوك بالرد وكتاب تاني السقات يعني الكتاب عنوانه غايب عني بس مطبوع الكتاب اللي هو يترجع فيه التوسيق فقط وكلا الكتابين مطبوعي والميزان كذلك فيه هذا وهو في المختلف فيهم في الميزان كما نقلت لكم بعض الأمثلة ينزل في الخلاف أنه هو يبقى حسن الحديث بناء على أنه يحمل الأقوال التضعيفية على ما له من أوهام ماشي كده يا أخوان أنا بقى كذهبي إلا شوفه أن الحديث اللي يقول فيه كده لا نعرفه إلا من هذا الوجه هذا يبطل قول من قال أن يكون ذلك بإسنادي وخلي بالك من يبطل دي عشان إحنا عايزينها بعد كده قال أن القول ده يبطل أن يقال إن هذا مذكور الحكمين على إسناد واحد أما يقول على إسناد واحد يبطل قول من قال إنه بإسنادي ثم قال ويسوغ أنا معرفش هي مضبوطة عندكم كيف لكن هي في طبع شيخنا شيخ عبد الفتاه رحمه الله ويسوغ وأنا أشوف أن يسوغ خطأ ليه قال لأن لما يقول يسوغ يبقى وبيتبنى الموضوع لكن لما يقول أن المرو بسند واحد يبطل ويسوغ يبقى هو فهم على العبارة أن اللي بسند واحد يبطل كذا ويسوغ كذا وأنا مش طرف بالموضوع لكن يقول لا يسوغ يبقى هو يقول أنه على ذلك يسوغ ما سيأتي اللي هو مناسب ولذلك اللي يحقق نص يا إخوان ما يركزش على موضع واحد لا تشوف السياء قد يكون الضبط اللي أنت تثبته لا يتناسب مع السياء لأن لما نقول يسوغ يتغير المعنى فاللي أنا أفهم أنه يقال يبطل قول من قال ويسوغ أن يكون مراده بالحسن المعنى اللغوي لا لا اصطلاح ونفسي ونفسي ابن دقيق العيد قال كده وطبعا أنا أشرف على رسائل وبيجيني بحس بتاع الناس تترقى اللي يغلب فيها يحولها على الحتة دي يعني عملوها العمود أو الحطة الوطية عما تعصلك معه يقولك عن معنى اللغوي فتقول له الله أنت بتجيب معنا اللغوي يقول لك الله ابن دقيق العيد قال وزهب قال يا أخ أنت أحسن منه يقوم يجي الشيخ الأمير الأمير ده له ثبت صاحب أسانيد عالية اسمه ثبت الأمير ها أيوة الأمير ده شارح منظومة صغيرة في المصطلح فيعلق عليها يقولك إيه إن اللفظ يحمل على المعنى المناسب لصاحب الاستعمال مش لصاحب اللغة إيه نبنكلم يا عم في حديث ما بنكلمش في لغة وهل يحمل المعنى الكلام على المعنى اللغوي من أول جامع الترميز لحد آخر وهو الترميز قاعد يدق في حديث على المعنى اللغوي فما ذكره الشيخ هنا إن الحكم بإسناد واحد يسوق حمل الحسن على المعنى اللغوي نحن لا نوافقه عليه قال لك ما عليش توفق أما توفقش خلينا أشرح لك المعنى اللغوي إيه هو المعنى اللغوي يا مولانا قال مقصود بالحسن ليس الحسن الاصطلاحي ولكن إقبال النفوس وإصغاء الأسماع إلى حسن متنه أي الحديث وجزالة لفظه وما فيه من الثواب والخير فكثير من المتون النبوية بهذه المسابة اللي قال المعنى اللغوي ده هو الواحد هو ابن الصلاح ابن الصلاح متوفى ستمية تلاتة واربعين وابن دقيق العيد متوفى سبعمية واثنين فهو اللي في الاختراح رد على هذا قال لا إحنا لو قلنا إن الحسن هنا بمعنى اللغوي وهو حسن معنى الحديث يبقى فيه أحاديث موضوع معناها من أحسن ما يقول فهل نفتح الباب كده نجعل الحسن اللغوي معنى مستساغ عند المحدثين ونحط على الأحاديث لأنه منطبق على كثير من الأحاديث الموضوع المعدة بيته الداء مش يقولون أنه حديث ده معنى لا خلافة عليك فإن قلنا كده فجاء ابن دقيق العيد وقال هو الزهب نقلا عنه قال شيخون ابن وهب فعلى هذا يلزم إطلاق الحسن على بعض الموضوعات ولا قائل بهذا حد وبين الصحة بأن المراد المعنى اللغوي وأنه يبقى الحكم على الصحيح فقط والمعنى ده متوجه إلى المد هذا كلام الشيخ ابن دقيق العيد والإمام الذهبي موافق عليه جاء بقى ابن دقيق العيد قال أنا أجواب لكم جواب ما حصل إيه هو بقى ثم قال أي ابن وهب اللي هو صاحب الاقتراح والكلام موجود في كتاب الاقتراح فأقول ده كلام ابن دقيق العيد بدأ المقال لا أن كلام ابن الصلاح أن الحسن هنا لغوي أنا أخال فأقول له لغوي ما ينفعش وهو احنا فعلا معاه إنه ما ينفعش طيب فأقول لا يشترط في الحسن قيد القصور عن الصحية نقول له إزاي عم إذا إحنا دخلين مع بعض على كده إيه اللي ألجأ ابني دقيق العيد يعمل كده إنه نظري طولب بجواب نظري لا تطبيق فيه على موضوعات التركيب الذي في الترمسي قال أنا أحلها لك عقلي تحل قال ما بسيط أنتو مش بتقولوا إن الحسن أقل من السقة قلنا ماشي قال طيب أما يكون واحد سقة مش يبقى فيه الحسن وزيادة فلما جاء عقلي كله قال لك آه والله صح نقول له لا يا أخي ما صح لأننا لو قلنا هذا إنه هو الصحيح فيه الحسن وزيادة علينا إنه كل صحيح نحط له حسن جنبه وإلا شمعنا هو الترمسي يقول صحيح بس مرة ويقول حسن صحيح مرة مدام إنه خلاص كلام ابن دقيق العيد قال إنه الله الراوي يشتمل على أعلى درجة في التوسيق ومن لازم هذا إنه يكون أدنى درجة موجودة اللي واخد امتياز مش يبقى الخمسين اللي هي بتنزله تحت داخلة في التسعين ولا مش داخلة فقال لك إحنا نحلها بك نقول له والله إنت فررت من إشكال إلى إشكال أعوص ليس هذا حلا مطابقا لأن نحن بصدد مصطلحات متميزة عن بعضها البعض مش بنعمل كشري نحن ندخل طبعا كلمة الكشري دي مش شائعة لكن أظن الحاضرين الآن كلهم موضوع الكشري يمشي معه فلا ما ينفعش إن نحن نقول كل ثقة داخل فيه الصدوق لأننا لو قلنا هذا على الترمذي ألا يفرد حكما بالصحيح وحده أبدا وهو لم يفعل وإحنا أصلا بنكلم بعض على كتاب موجود مش بنكلم نفسنا عقلي إحنا بنحل مشكلة كتاب موجود فلا تفرض فرضا عقليا هو معقول جي ما قلنا لحضراتكم أو كلنا الآن قلنا آه صحيح اللي هو فيه صفة عليا الصفة الدنيا دخلة من باب أولى لكن هذا يتناقض أو يتخالف مع واقع الكتاب نفسه حيث إنه يفرد الصحية وإحنا أول ما بدين الكلام قلنا الصحيح يتفاوت هناك صحيح وأصح ما قلناش صحيح وداخل جوه الحسن إحنا قلنا لا الحسن ده منعزل وإنت يا ذهبي بارك الله فيك ترجمت الناس وفصلتهم قلت لا يصل إلى الصحيح ولا ينحط عن الحسن وفيه موضع يقول بالكاد أن يكون حديث وحسن فإذن الجواب اللي أجاب به الشيخ ابن دقيق العيد إنه لا يشترط في الحسن قيض القصور عن الصحيح لا يسلم له بل يشترط وأن واقع الكتاب يقتضي هذا وأننا لو سلمنا لك لكان من لازم ذلك أن كل حكم بالصحة في الترمذي يقرنه بالحسن وأيضا من باب العلم اللي هو مش جديد إن الإمام الترمذي ناقل العبارة المركبة عن شيخ البخاري في كتاب العلل الكبير للترمذي سألت محمد بن إسماعيل فقال هذا حديث حسن صحيح فالتركيب حتى مش بتاع الترمذي له هو مستفيد تسويغه من شيخ الإمام البخاري وكتاب العلل الترمذي المطبوع ترتيب وموجود فيه هذا ينقل فيه عن البخاري كلمة الحسن وينقل فيه الحسن الصحيح موجود فإذن المعنى اللغوي للحسن في التركيب غير مقبول وأيضا القول بأنه لا يشترط في الحسن القصور عن الصحيح غير مقبول أيضا وتفسير وتفسير الكلام على أنه إذا حكم بالصحة فالحسن داخل لا يسلم لأنه سيلزم عليه أن كل تصحيح مفرد في جامع الترمذي يحط له حسن معه وهو لم يفعل ذلك فدل ذلك على أن هذا الجواب وإن كان معقول شكلا لكن ليس مواقعا يؤيده وأيضا يدخلنا في محظور عدم ذكر الترمذي لكل صحيح حكما بالحسن إذا وفقنا على أصل القضية ماشي نعم ماشي لا يقول لك يقول لك اللي تم الضبط الخف الخفة متحققة يعني الخفة متحققة وزيادة طيب نقول له مدام زاد عليها خلاص يبقى الثانية دي ما تخش لا تدخل وإنما جاء القصور هو بقى بيقول أنه القصور هيجف اللي يقول عليه حسن بس نقول له هذا أيضا كلام نظري خلينا نبحث كل كل اللي حكم اللي حكم عليهم بكلمة حسن بس لأنه يأتي غيرك يا شيخ يا ابن دقيق العيد على إمامتك ويقول لك الكلام الكلام أقول أن الأولى هو أن يكون بإسنادين وده ما فيش في أي يعني امتنع أو راوي واحد يعني هو حسن الحديث يعني بطريق واحد فيه راوي مختلف هناك من يرفعه إلى الثقة وهناك من ينزله إلى مرتبة الصدق غاية ما في الأمر كما يقول الشيخ ابن حجر أنه حزف حرف العطف وحزف حرف العطف جائز يعني ممنوع لغة ولا فيش فيه شيء خاصة إذا كان سيتكرر في الكتاب عشرات لأن الدكتور عامر جزاء الله خير بيقول لنا جمعت واحد واربعين موضع وحاطة الإحالات اللي عليهم هنقول بقى نعم يا سيد فضل نعم فيهم حسن صحيح أيوة لحظوا كمان حضراتكم إن نسخ الترمزي حتى الآن بعد ما طبعت على نسخ خطية ما زال الحكم مثلا اللي بينقل الإمام المزي في تحفة الأشراب بيختلف مع النسخ الخطية المتعددة اللي حققوا عليها حتى الآن الترمزي إن تلاقي حسن بس أو تلاقي صحيح بس أو تلاقي حسن صحيح معا فإحنا كل النزاع اللي بنقوله ده على تسليم إن كل النسخ اللي توفرت لنا أجمعت على أن الحسن والصحة موجودان في الحكم على الحديد أما لو نسخ قالت حسن ونسخ قالت صحيح فيبقى اختلاف النسخ لا يعطي قاعدة نبني عليها نقول لا والله النسخة دي مش وطبعا الترمزي طبع طبعات من أسوأ ما يكون الحمد لله طبعي الآن أفضل ما يكون وأحكام الترمزي اللي نقلها المزي من نسخته الخاصة تختلف مع الإثنين لكن النزاع كله على أنه ثبت فعلا الجمع بين اللفظين وأننا نريد أن نرفع الإشكال عنهما ماشي كده خلينا نقول بقى كلاب ابن دقيق العيد اللي هو شرح به كيف توجد الصفة الدنيا مع الصفة العليا فللرواة صفات تقتضي قبول الرواية ولتلك الصفات درجات بعضها فوق بعض ما ماشيحنا موافقينك لحد هنا قال كالتيقظ والحفظ والإتقان نقوله التلاتة دول مترادفين يا مولانا حسب المراتب هم في اللغة مختلفين مش احنا قلنا الكتاب ده اسمه الموقزة التيقظ لفظة والحفظ لفظة والإتقان لفظة دلالاتهم اللغوية تختلف لكن من حيث المرتبة الاستلاحية ثلاثتهم يدلان على ضبط الراوي ضبطا تاما فالتفاوت فين بقى على أن فاكر لو قدت أنا بكلمكم أن فيه في جرح والتعديل قول أحد العلماء يمكن ابن مهدي الحفظ هو الإتقان فيبقى ده نص على الترادف فوق فوجود الدرجة الدنيا كالصدق مثلا وعدم التهمة لا ينافيه وجود ما هو أعلى منه من الإتقان والحفظ فإذا وجدت الدرجة العليا لهي الحافظ المتقن لم ينافي ذلك وجود الدنيا كالحفظ مع الصدق نقول آه ماشي كده رستأتها عشان خاطر تدخلها ببعضها تب لو قالك أنت الصدوق اللي أوهام زي ما بيقول الشيخ تدخلها فين إحنا أمس قلنا هناك فرق بين ثقة أوهام اصطلاحا فيكون حديثه صحيح إلا فيما وهم فيه وبين صدوق له أوهام فيكون حديثه حسناً إلا فيما وهم فيه فآه إحنا ندخل الصدق لكن ندخل قلة الضبط وتمام فيه فإن تعالكت قطعة ولا تمش المعالجة يبقى الفرد الذي فردته غير مقبول وبعدين يرتب عليه فصح أن يقال حسن باعتبار الدنيا صحيح باعتبار العلي نقول يفتح الله باب وبابين وثلاثة إنه كده مش هينفا على أقرب تقدير إنها تلينا بقى كل تصحيحات الترمزي وتبقى هي ناقصة كلمة حسن وده يتنافى مع إن درج الإمام مكتهل الترمزي ولو أنت تقراه يعني وانت فايق شوية تكون شارب أي حاجة مما أحلى الله تنبهك تلاقيه يناقش البخاري وهو إمام ويختلف معه سألت محمد بن إسماعيل فقال كذا وأنا أشوف كذا فأنت مش قاعد يدام واحد شيخ أحمد ما بتأرطصه لا يقول لكم ما اللي بيقوله الترمزي متساهل لي قال يا عمي هو ازاي بقالها مرة موضعية فقط لكن إن تعرى بقيتك الميزان نفسه تلاقيه بيعتمد تصحيح الترمزي يتوسيق ويقول الحق مع الترمزي فأنت عايز تمسك حتة اللي هي عجبك وتخطها في جيبك وتلف بيها النفس الترمزي متساهل أنا نفسي أزاب غير غير انت بقى يقول لك لا أنا أكفي على يدي عشان أعمل بها إمام تم الإمامة عايز إلمام كبير لأن ممكن واحد يكون آري يسألك سؤال يخلي العرق يتصبب من جبينك قال لك ده أنت بتتكلم على الناس بتوع زمان الإمام مسلما ممال إش الحديث مات فيها فضل يأكل فلح ويغر الحديث له وبعد كده الأكل كان السبب وفات فلذلك ما ذكره الإمام ابن دقيق العيد ونقله الشيخ الزهبي نحن لا نوافق عليه وبيقول بقى الشيخ الزهبي ويلزم على ذلك أن يكون ده كلام الزهبي أن يكون كله صحيح حسنا فيلتزم خلي بقى الترمزي الحتة اللي ما حط لها حسن خليه يحط لها قال لك ده كلام ده لو هو موافق على اللي أنت بتقوله ده أنت بتقول كلام نظري فلذلك الأجوبة دي ما حدش يتمسك بها نحن الآن الشيخ الترمسي اللي هو شرح ألفية الصيوطي بعدما قال الأقوال دي كلها أنا أشوف إنها لا وعول بها وإنما اجمعوا الأحاديد اللي فيها حسن صحيح ودرسوها دراسة عالم متمكن وقولوا إن النتيجة التي الدراسة بتقول كذا هو دي أحسن أما كل واحد يقول لك لا ده كذا مما يصطدم يجي يخرج من مطب يقع في مطب تاني الحلول النظرية دي لا قال إحنا بندرسها عشان نعرف إن قد يستشكل العالم الكبير اصطلاحا ما ويخفى عليه ويحاول أن يحله فلا يوفق في الجواب لأن العلم ما لهش كبير يا مولانا العلم ليس له كبير وإحنا عندنا حكم عام من الله عز وجل وما أتيتم من العلم ها إلا قليل كل اللي في دماغتكم دا واللي في دماغت غيركم إلى أن تقوم القيامة هو قليل بالنسبة لما يعلمه المولى الخالق عز وجل فالله الحلول دي كل يلزم على ذلك دا كلام الزابي وإحنا موافقين عليه أن يكون كل صحيح حسن فيلتزم وعليه وعليه بقى عبارات المتقدمين نقول له يا عم إحنا ما جبنا لك الإمام أحمد نفسه خلنا يقول لك حسن كيف تقول المتقدمين قال لك تب ما أرى بقيت الكلام هتلاقي إننا لقيتها واسع شوية فقللته عليه عبارات المتقدمين فإنهم قد يقولون تقول له طبعا مدام دخلت قد على المضارع وانت راجل عالم لغة ما هي قد لما تدخل على المضارع تدل على التقليل ما تدلش على التعمير فانت ما تقولش لا تقربوا الصلاة انت أرى سيقول له أخرج منه انه قد يقول المتقدمون فيما صح هذا حديث حسن نقول له ماشي احنا سبقناك وقلنا لكن ليس كل المتقدمين وانت نفسك قلت قل قد قد ما عندكش قد تديه قد يا مولان موجودة فإنهم قد يقولون مش موجودة لا موجودة في نسخة الشيخة وخلي بالك دي من عيوب الطباعة الطابع لو قلت له اشتم نفسك يشتم نفسه فلذلك اللي يعلف كتاب يقره هو إننا نحن نحي الموت وإيه ونكتب ما قدمه وإيه وآثارهم تدي كتابك لواحد طابع يطبعه وتقول انشر أنا خلاص يعني ما أصبحش النقد يهدمني طب ما يهدمكش النقد لأنك اشتهرت لكن حساب المولى طول ما نقد دي سقطة طول ما انت مؤاخذ عليها الطابع ما لوش زم لازم تراجع الحاجة اللي انت عاملها عشان تبقى مسئوليتك لها إما ثوابا أو عقابا فمدام جات قاد وشوف دي بقى طبعا يا مولانا لما تشال اتقاد اتغير المعنى يعني قد سقوطها هنا غير المعنى تماما لأنه لو قال المتقدمون شو فقرة علي عبارات المتقدمون فإنهم يقولون يعني دا شيء مسلم نقول له تاب يا عم الزهب دراج البي فحط قد ويبقى النتيجة أن هذا إطلاق قليل والإطلاق القليل لا تبنى عليه قاعدة عامة الإطلاق القليل لا تبنى عليه قاعدة إنما يفهم استعمال صاحبه بحيث لما نيجي عند ابن معين ويقول لها بأس به نقول يا فلان خلي الرجل دا سق ليه يا عم دا احنا منزلينها مع بعض قال لك لا هو الرجل لما سأله قال يا جماعة أنا أقول لها بأس به وأقصد بها سق فبناء على كلامه هو أن تطلعها فوق يبقى الاصطلاح الخاص يؤخذ به لفهم كلام صاحبه لا لفرضه على غيره ما شكله يا عمي قبل بقى منقول أعلى مراتب الحسن اسمحوا لي ان احنا نجيب بس هو فضلة ديعة مش فضلة دي من الوقت عشر دقائق لا حلو نعم ان شاء الله مش هنتجاوز وانتجاوزنا بخمسة انت ان شاء الله بكر عندكم اجازة ما شاء الله فخلونا نجور عليها في الفايدة يعني زي بعضه قال قال انت هتقعد تفصل معنا لما الخمسة نفسها هتفوت ما تتكلم وخلق قال لك احنا الكلام اللي هنقوله قبل ما نقول أعلى مراتب الحسن دي هنقول ان انتو عارفين الميزان ميزان الاعتدال ذكر فيه المراتب في الاول الزهبي وابتكر فيها هل ابتكر فيها جاب حاجة مش موجودة ولا ألقى عليها الضوء زي ما بيقوله قال ألقى عليها الضوء ولا التكرير اللي هو جابه موجود فقال لك طب ما دا موجود ما تخلوه مرتبار آخر قال والله فكرة فأصبحت المراتب عنده زادت ايه وحدة احنا قرينا كلام ابن ابي حاتم من مرة لفاتف وهو بدأ بالثقة السبت ونزل الألم هو قال لك لا الثقة الثقة دا طب هل ابن ابي حاتم استعمل الثقة الثقة في كتابه قال آه ثم ما المحط هاش لهيه قال لأنه هو بيحط نمازج تمثيلية مش استيعابية وايضا التكرير مش كتير لكنه موجود وموجود التكرير في الجرح وفي التعديل فهو الزهبي قال لك أنها خلي الدرجة الأولى ما تكرر أعلى العبارات في الرواة المقبولين سبت حجة وثبت حافظ وثقة متقن وثقة ثقة يعني التكرير يا باللفظ يا بالمعنى نقول والله ماشي لأن نحاول الناس يقول لك التكرير يدل على القوة لكن هل معناه أن الذي قاله له اثنين ده لما نحكم على حديثه نقول ده حديث يعني أصح قال لا أنت في العصل وانت بتدرش أسليد يحكم بأنه صحيح وإلا هيقرى دراستك للإسناد هيعرف أن الراجل ده في درجة عليا فيبقى الشروط متمكن فيه مثل ما ذكر تعريف الصحيح واطمئنان إليه لكن لو لقيتهم كلهم كده احكم عليه بأنه أصح الأسانيد زي ما قالوا العلماء لا فيش بأس هدي ده التكرير ثم ثقة يبقى اللي بلفظة واحدة وكذلك إذا جاد ثبت الوحدة إذا جاد حجة اذهب جوا الكتاب يقول لك الحجة فوق السقة في التكرير ولا قال لا يعني في الألفاظ المفردة اللي يتقل عليه حجة اعتبروا أعلى من الثقة تبغير الحكم قال لا احكم كله بالصح وإحنا انتفقنا ان الصحيح مرات فيبقى الموضوع ماشي ما فيش فيه إشكال طب ما اللي نحتاج احنا قالت احتاج اما يحصل عل يخلف بعض قول اللي تقال فيه حجة يقدم على اللي تقال فيه ثقة بس هذه السبب في ان هما احصل تفاوت عشان كده عشان هما يحصل اعلال نقدم ثقة على ثقة لان فيه ثقة واوسق منهم ماشي ثم صدو معروف لحضراتكم ان ثم تفيد الترتيب والتراخ الطبعة القديمة بتاع الميزان فيها ثم ثقة صدو وناش نقلتها بقى من هنا لغاية بكرة ولكن من الباحثين الذين نبهوا على انها ثمة التي جعلت الصدو اقل دكتور قاسم سعد لما كتب في الزهب قال ان الاصول الخطية للكتاب فيها ثمة ثقة ثمة صدو وان الموجود في الطبعة دي ليس نسخة معتمدة يعني فيبقى ثم ثقة ثم ايه صدو وذكر مع الصدوق صدوق لا بأس به وليس به بأس ثم بعدين قال ايه ثم محله الصدق يبقى جعل محله الصدق ايه انزل من الصدوق مع ان ابن ابي حاتم حطها مع ايه مع صدوق فقال انا كذهبي هنظر لدلالة الكلمة واستعمالاتها اجد انها تستعمل باقل من صدوق نقول والله ماشي لان نكون محله الصدق اخف دلالة من الجزم بانه صدوق لحد كده ماشي الامور قال لا انا بقى هجيب لكم بقى ما يعكر على ما قلت الى غاية الاخر مع محله الصدق دي اللي هو انزل من صدوق جيد الحديث وحسن الحديث يا عمي ده احنا لسه متحيلين عليك وانت اهل ان حكاية حسن الحديث دي انها بعد الصحيح على طول يقوم انت تنزلها هنا عن الحسن قال والله اللي حصل مش كده يجي العراقي بعده هو هو الامام المعروف يحط برضو جيد الحديث وحسن الحديث تحت الكلام تروح بالي العراقي طبعا انا اشتغلت معاها كتير يستعمل حسن الحديث وقيد الحديث للتقوية زي المصطلح اللي هو معروف بتوافق على انها تكون تحت ليه كده قال والله عشان انا بنئ الكلام الزاب ما غير ش فيه ما الزاب لما ناقل الكلام ابن ابي حات مغير فيه ابو ما نعمل ايه قال ان تمسك الميزان نفسه تلاقي جيد الحديث وحسن الحديث مش تحت كده كل اطلاقات هاللي بيحطها تفيد الحجية اما لو ماشينا على كده يبقى كلها تفيد الضعف لانها تحت صدوق يعني نعمل احنا ايد الوعد قال نقول يا عم انت حطيت مراتب وغيرتها جوة في التطبيق جاي بالضبط المقدمة التقريب لما حط مراتب ويطبق ليه انها يطلع رواه ما ينطبق قال لك لا انا اخلي التطبيق هو الذي يخصص كلام اللي في المقدمة يقول لك اصل الناس ظاهريين يقول لازم يأتي يقول عن ابن حجر واذا بيقول يا جماعة انا ارجعت لا هما بيعتبروا صنيع العالم دليل على مقصوده فاذا قرأت الميزان خلاص والقيت فيه جيد الحديث وحسن الحديث في مرتبة نازل عن الصدوق فاعلم انه خولف داخل الكتاب وان الموجود داخل الكتاب هو الذي عليه المعول وليس على المراتب التي ذكرت في المقدمة والله احبار قد ترجمة نانسي قنقر